خدلان دولي قطع أنفاس المئات من الأبرياء تحت الركام فبعد مضي خمسة أيام على وقوع الزلزال المدمر شمال غرب سوريا كان العالم يقف متفرجا على معاناة الأهالي الذين يستغيثون تحت الأنقاض في جنديرس والأتارب وحارم وسلقين وإتلب وغيرها من المنطق المنكوبة منتظرين دخول فرق الإنقاض الدولية بمعدهتها الهندسية واللجستية لإنقاذهم نداءات استغاثة أطلقتها المؤسسات والكوادر الإنسانية المحلية للأمم المتحدة والدول العربية والأجنبية دون أن تلقى استجابة وفي الوقت ذاته كانت قوافل المساعدات تصل اتباعا لمناطق نظام الأسد المجرم برا وجوا بررت الأمم المتحدة خدلانها عندما ادعت بأن معبر باب الهوى أغلق بفعل الزلزال ثم اشترطت دخول المساعدات عبر مناطق سيطرة النظام المجرم وهذا ما لقي رفضا واستنكارا في المحرر وبعد فوات الأوان الاستدراك الكارثة دخلت بعض من فرق الإنقاذ التطوعية وأرسلت الأمم المتحدة ما سمتها بقوافل إغاثية خجولة أرفقتها بتصريح استفزازي قالت فيه بأن الأسد سمح بإدخال المساعدات مؤقتا من معبري باب الهوى وباب السلامة شمال غرب سوريا وهنا يتساءل الشعب السوري المكلوم لماذا تخاذلت الأمم المتحدة عن نجدة الأهالي في المحرر وهم تحت ركام المباني ولماذا اشترطت إدخال المساعدات عبر مناطق نظام الأسد وما علاقة النظام المجرم بالمعابر الحدودية بين تركيا والمناطق المحررة وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تكفر من ذنبها وتقصيرها تجاه المنكوبين في سوريا وهم بالآلاف أهلا بكم في برنامج بين الصدور نتابع هذا التقرير ونعود إليكم مجددا سقط قناع الإنسانية عن وجه لنظمة العربية والأجنبية من دعاة حقوق الإنسان وخاصة منظمة الأمم المتحدة التي كشرت عن أنيابها بخذان الأطفال والنساء ممن انقطع أنينهم تحت الركام وهم ينتظرون من يهرع لنجدتهم وتقديم العون لهم لكن ما حدث كان فضيحة إنسانية حينما وقفت دول العالم مكتوفة العيدي تنظر للعالقين تحت الأنقاض عبر الشاشات ولم تحرك ساكنا لإنقاذهم وما إن وقع الزلزال المدمر في الشمال السوري المحرر حتى هرعت الفرق والكوادر الإنسانية العاملة في المناطق المحررة وبإمكانياتها المتواضعة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في كافة المناطق التي انهارت فيها الأبنية السكنية والتي كان أبرزها في جنديرس وحارم وسلقين ولا تارب وبتكاتف شعبي من الأهالي مع الفرق الإنسانية تمت الاستجابة لمعظم نداءات الاستغاثة وجرى إنقاذ آلاف العالقين تحت الأنقاض فيما قضى مئات الأشخاص تحت الركام وانقطع أنينهم نتيجة لتأخر وصول فرق الإنقاذ إليهم وفي تلك الأوقات العصيبة وقفت الكوادر المحلية عاجزة عن استعاب حجم الكارثة لتطلق نداءات استغاثة للأمم المتحدة ودول العالم لإرسال فرق إنقاذ وآليات هندسية وكذلك مساعدات طبية لاستعاب هذه الكارثة لكن دون أن تجد آذانا صاغية في حين سرعت العديد من الدول لنجدة الولايات التركية التي ضربها الزلزال أساليب خبيثة تبعتها الأمم المتحدة منذ وقع الزلزال وحتى انتهاء عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض حيث ادعت بأن معضر باب الهوى الحدودي مع تركيا مغلق نتيجة لتضرره من الزلزال وهذا ما كذبه تصريح إدارة المعبر عبر وصائل الإعلام لتعود الأمم المتحدة لتبرير خذانها بعذر أقبح من ثمب حينما صرحت بأنها تنتظر موافقة نظام الأسد المجرم لسماحه بدخول المساعدات للمناطق المتضررة واشترطت كذلك دخول بعضها من مناطق سيطرته وهذا ما لقي رفضا من كافة شرائح المجتمع الثوري في المناطق المحررة أرحب بكم من جديد متابعين بداية أنا أرحب بضيفي هنا في الستيديو الدكتور كمال عبد الباحث في التاريخ المعاصر وعبر الزوم الأستاذ الصحفي أحمد كامل والأستاذ مصطفى النعيمي من الحدود السورية التركية أرحب بكم ضيوفي جميعا يعني بداية قبل أن أبدأ حلقة هذا اليوم وهي حلقة استثنائية صراحة أترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا في الززال الذي ضرب شمال غرب سوريا ودعواتنا الخالصة من القلب بشفاء العاجل للجرحة ويعني صراحة الكلمات تعجز جبر الله خواطرنا وخواطر المكلومين المكلومين بأب أو أم أو أسرة أو أخ أو طفل يعني ربما أبدأ مع ضيفي الدكتور كمال عبدو هنا في الستيديو ورحب بك من جديد الدكتور يعني تخاذل مجتمعي منقطع النظير في ظل كارثة يعني تقف أمامها دول بالكامل تخاذل عن نجدة الأهالي المنكوبين نتيجة الززال في الشمال السوري المحرر لماذا كل هذا الخدلان ونحن شبعنا خدلان صراحة طوال 12 عاما حياك الله وبارك الله بك وبضيوفك الأكارم حقيقة الأمم المتحدة لم تتخاذر عن نجدتنا لا بالعكس هي متواطئة مع نظام بشار الأسد منذ اللحظة الأولى للثورة السورية تخلت عنا الأمم المتحدة وتركتنا واحدين في مواجهة نظام بشار الأسد الذي استخدم ضدنا كل أنواع الأسلحة قتلا وتهجيرا ويعني لا يمكن حقيقة حتى وصف المأساة التي عشناها منذ اللحظة الأولى للثورة هذا ليس الزلزال الأول الذي نتعرض له منذ 12 عام ونحن نتعرض لأبشع زلزال سياسي عسكري لمحرقة حقيقية على يد هذا النظام وحلفاء المجرمين الأمم المتحدة بالعكس كانت شريك للنظام السوري في قتلنا وفي تهجيرنا النظام بشار الأسد خالف كل المواثيق والأعراف الدولية وانتهى كل قوانين الأمم المتحدة في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تعترف فيه وبشرعيته ولا يزال يحافظ على مقعده في الأمم المتحدة في المؤسسات الدولية وفتحت له كل المؤسسات بالعكس نظام بشار الأسد مدلل عند هذه المنظومة الإجرامية الدولية للأسف الشديد اليوم الأمم المتحدة تريد أن تزيح عن كاهلها مسؤولية هذا الزلزال أو مسؤولية مساعدتنا على أقل تقدير وبالتالي تريد أن تتعامل مع نظام بشار الأسد تريد أن تعطي كل شيء لنظام بشار الأسد لتتخلى عن مسؤولية تجاهنا الأمم المتحدة تركتنا الأسف الشديد ليس الأمم المتحدة فقط كل المؤسسات الدولية الأقليمية والدولية تركتنا وحيدين نواجه هذه المأساة التي تعجز عنها الدول حقيقة نتعاطف نحن مع الأشقاء الأتراك في مصابهم الأليم لكن بالنهاية تركيا دولة تملك الإمكانيات تملك حق أن تستعين بالآخرين نحن أغلقت الحدود في وجهنا من الأمم المتحدة التي كذبت علينا وعلى الناس على كل العالم أمم المتحدة قالت أن الحدود معطلة وهذا ليس صحيح كل التصريحات التي قالت بأن الحطوط للطرق معطلة بأن الأمور اللوجستية تمنع ذلك هذا كذب وافتراع علينا بإمكان حتى الجميع تأكد أن الطرق سليمة أمم المتحدة لا تريد مساعدتنا بالعكس تريد أن تسلم رقباتنا مجددا إلى النظام بالشام جاء وفد الأمم المتحدة بعد ستة أيام فضعته جاء يعني لولا الضخ الإعلامي يعني بعدما قطعت الأنفاس نعم نعم بإمكانه كان حتى أن يأتي منذ اليوم الأول لكن تجاهل بعد ستة أيام يعني تركونا من مات قد مات ومن عاش قد عاش يعني الأمم المتحدة أنا أحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة وبالأمس حين جاء هذا الوفد كل المنظمات العاملة في الداخل السوري حملت الأمم المتحدة مسؤولية تزايد أعداد الضحايا كل الناس التي قتلت في هذه الفترة والذي كان بالإمكان إنقاذ حياتهم عن طريق لو أرسل إلينا معدات ثقيلة أو كوادر أو أجهزة حديثة لما وصلنا إلى هذا الرقم المرعب من الضحايا لكن أمم المتحدة هي الشريكة الأول أكثر من نظام بشار أسد حتى تماما يعني سعود إليك أنتقل ربما إلى ضيفي الدكتور الأستاذ مصطفى النعيمي يعني تخاذوا المجتمع كما تحدث الدكتور كمال عبدو يعني ماذا كان يتوجب على المجتمع الدولي تقديمه للشمال السوري المحرر وعشرات أو مئات العوائل كانت تستنزف أرواحها تحت الركام والكل كان يسمع صرخات الأطفال واستصراخ هذه العائلات لإنقاذهم ونحن نقف عاجزين أمام حجم كارثة كبير نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك أستاذ قاسم تحياتي للضيوف الكرام نعم الأمم المتحدة ساهمت بشكل أو بآخر في عملية تعطيل إيصال مساعدات الأممية وكنت قد رصدت إدخال المساعدات من الجانب التركي إلى الداخل السوري وأثناء اللعب أثناء تصريحات الأمم المتحدة بأن الطرق الدولية معطلة وبثتها العشرات من القنوات الفضائية في حينها وهنا أتحدث عن اليوم الثاني من الكارثة حقيقة الأمر يعني الأمم المتحدة بشكل أو بآخر تتعامل مع الملف السوري في إدارتها للأزمة حتى هذه اللحظة حتى في ظل الكارثة في ظل الكارثة كان من من توجب فتح طرق وجسور برية وبحرية وجوية لم تفعل ذلك حتى هذه اللحظة طرق الجسور البحرية لم تفتح الأمم المتحدة تقول بأنها ليس بمقدورها إرسال معدات ثقيلة خاصة أن الجنوب التركي هناك أضرار كبيرة ربما قد بلغت قرابة 35 ألف ضحية مسجلة حتى هذه اللحظة هناك الآلاف تحت الأنقاض لكن الطريق البحري ما زال مفتوحا ربما قد تعطل بعض الأجزاء من الطرق الدولية لكن تم تحويل مسار الطرق الدولية أيضا قبت بتصوير تلك الطرق وكانت الإنسيابية لحركة ربما قد تكون بطيئة يعني من مدينة أنطاكي عندما غادرت باتجاه مدينة الريحانية ومنها إلى باب الهوى احتاج الأمر قرابة أربع ساعات في الفترات الأولى اليوم قرابة الساعتين عفوا البارك تقريبا ساعتين ربما في الغد قد يكون ساعة السبب الرئيسي أن الطرق الدولية أيضا عمل على إعادة تأهيلها ولو كان جزئيا الطريق ذهابا وإيابا اليوم يعمل نصف طاقته وهو تعديل إصلاح الطريق من الطرف الأيسر من الطريق وبالتالي نحو تحدثون لك وسائل وحلول ناجعة في حال كان لدى الأمم المتحدة جدية في حل تلك المشكلة كذلك أيضا معدات الثقيلة من الممكن حملها عبر البحار لا يمكن حملها عبر الجو وأنا أتحدث عن الآليات المتوسطة والثقيلة لكن بالمقابل الآخر أين الأجهزة والمعدات التصوير الدقيقة والتصوير الحراري لم ترسل ومن الممكن أن ترسل عبر جسور الجوية منذ الساعات الأولى أو منذ الأعلان الأولي تم تشكيل العديد من الجسور الجوية من أجل البدء بعمليا في إرسال تلك المساعدات وهناك مطارات في الداخل التركي ربما من المسافات قرابة 400 إلى 400 500 كيلومتر وفقا للأولويات كانت تعمل في عملية الإصلاح آخر جسر الجوي تم تشكيله باتجاه مدينة غازع انتاب غازع انتاب تبعد عن معبر باب الهوى على وجه التحديد قرابة 200 إلى 250 كيلومتر تقريبا فيما لو أرسلت تلك المساعدات والتقنيات الحديثة التي تستطيع الكشف عن من هم ما زالوا تحت الأنقاض أعتقد بأن الرقم سيتضاءل تدريجيا لكن عمليا حتى هذه اللحظة لا توجد هناك خطة لدى الأمم المتحدة رغم المناشدات ورغم إثبات أن هؤلاء ما زالت قوافل تدخل حتى أثناء دخول قافلة الأمم المتحدة كانوا يقولون بأن الطرق الدولية معطلة وأرسلت الصور من الميدان من معبر باب الهوى مباشرة أثناء مرور تلك القوافل وبالتالي الأمم المتحدة تحاول تخلي عن مسؤوليتها هذه الحقيقة وليس غيرها نظرا لأنها تحاول أن تخلق نوع من الشفافية كما تدعي تجاه الشعوب التي تدعم هذه المشاريع المشاريع الأممية وعصبة الأمم لكن عمليا عندما أرسل تلك الصور من الميدان تثبت عدم صحة ما يقول به المسؤولين الأمميين أعتقد بأن هذه بحد ذاتها هي وصمة عار لدى منظومة الأمم المتحدة عموما وخاصة نحن نتحدث عن أن هذه المناطق التي أتواجد فيها حيث كراج الذي يضم سيارات الشاحنات للمساعدات الأممية التي تدخل إلى معبر باب الهوى موجودة ويتم تحميلها بالمواد اللازمة سواء كانت الطوارئ أو غيرها ومن ثم حتى الطبية لكن نحن نتحدث اليوم عن أولويات المساعدات أعتقد أن أبرز تلك الأولويات هي الكاميرات التصوير الحرارية ومن ثم معدات متوسطة ومن ثم الثقيلة ومن ثم يأتي بعد منها المساعدات الطبية ومن ثم ننتقل للمساعدات الصحية وبعدها الخيام من هم خارج الخيام؟ على الأقل هم ما زالوا على قيد الحياة من الممكن أن يتآوى خمسة عوائل إلى ستة عوائل وأنا هنا في مدينة الريحانية زوجتي وأبنائي الآن هم موجودين في منزل مكون من طابق واحد مع ستة عوائل نظرا لأن منزلي طابق أربعة وهناك تخوف كثير من انهيارات الهزات الارتدادية مازالت مستمرة آخر إحصائي قرابة ثلاثة آلاف كيف تقوى هذه المباني المتهالكة من صواريخ الأسد وصواريخ روسيا الفراغية على تحمل تلك الهزات الارتدادية لذلك يجب أن يكون في منظور الأمم المتحدة ربما نحتاج مناشدات حتى كل من هم موجودين نحتاج مناشدات طبية من قبل الفرق الطبية العاملة في الميدان كي نرسلها للأمم المتحدة كذلك أيضا مناشدات في مجال الصحي مناشدات بلغات مختلفة ربما الغالبية العظمى ممن هم من الشعب السوري لا يتحدثون اللغات غير العربية لكن نحتاج إلى مناشدات باللغة الإنجليزية والفرنسية وكافة اللغات نرسلها ونغردها عبر تويتر وغيرها كي نوصل هذه الرسائل والله يا أستاذ مصطفى المشهد الكارثي وأكيد نحن قلوبنا مع الجانب التركي أكيد هم مكلومون والله الصورة أبلغ من أي لغة يتحدث بها إن كان إنجليزية فرنسية أي لغة عربية ما في لزوم لكن نعم ما في لزوم لأي الصورة واحد تماما أستاذ ننفي الزرائع أنا أتحدث شعبيا أستاذ الكريم أتحدث شعبيا إصال تلك الصور وبلغات ربما قد تساهم في حالة من الضغط على سبيل مثال المصالحات أو محاولة التقارب مع النظام ألم تعطل تلك المحاولات ما هو السبب الرئيسي هي الحالة لامتعاض الشعبية الكبيرة وإن كانوا مجانوا مستمرين في هذا المسار لكن عمليا عطلت أو جمدت حتى ما قبل الزلزال لنكن صريحين الحالة لحراك الشعبي لها دور كبير في تحديد مسارات سياسية في المستقبل ومن الممكن أن الضيوف الكرام أن يصلت الضوء بشكل أكبر على هذه وفقا لتخصصاتهم تماما أستاذ مصطفى أرجوك أن تبقى معي وحمد الله على السلامتك طبعا أنت وجميع أفراد أسرتك وسأعود إليك بعد قليل أنتقل إلى ضيفي أيضا من الحدود السورية التركية الأستاذ الصحفي أحمد كامل أرحب بك من جديد أستاذ أحمد مرحبا حياك الله يعني تحدث الأستاذ مصطفى النعيمي بما شاهده بأم العين بأن هناك طرق مفتوحة يعني هل كان هناك دور لتركيا بالتعاون مع المجلس الأمن أو المختص في شؤون الإنقاذ المدنيين في عرقلة وصول فرق الإنقاذ للمناطق المحررة أنا لست قريبا من الحدود ولكنني في دولة مجاورة لسوريا في إسطنبول أنا الذي حصل هو التالي في أول يومين ونصف بالضبط أخذنا الأتراك سكروا الحدود وهذا كان غلط واستفز السوريين استفزاز كبير وكننا نعتقد بأنه فيه قوافل من المساعدات الإنسانية وهدول الأتراك قسات القلوب عب يمنعوها من الدخول في بعد يومين ونصف يعني في اليوم الثالث في منتصف في اليوم الثالث أخوتنا الأتراك فتحوا الحدود وإذا اكتشفنا أنه فيه أربع شاحنات للأمم المتحدة فيهم منظفات وفيهم كلام فاضي ملعوا على أب الزلازل ونصهم فاضين يعني أنا شفتهم بعيني يعني نصهم فاضين كمان أنت شاهد على هذا الموضوع لأنه ظل مناسل عنا لننظفها أربع شاحنات مالن على أب الزلازل وهدول المبرمجين من زمان مالن على أب الزلازل أربع شاحنات فقط فإذا فيه سلسلة من الحجاج اللي رميت لمنع مساعدة الشعب السوري أول حجة أن الأتراك سكروا الحدود بعدين اكتشفنا أنه صح سكروا الحدود وصح هذا خطأ وما كان لازم ينعمل بس تسكير الحدود ما منع ولا حدا من الدخول ما كان في حدا فاضي الحجة الثانية أنه والله الطرق مكسرة وفعلا كان فيه طرق مكسرة لأنه الزلزال شديد جدا ويعادل تفجير 500 قملة نووية شي مرعب يعني كأنك وضعت في قلب الأرض 500 قملة نووية وفجرتهم هذه كانت قوة الزلزال الحجة الثانية كما قلت لك كان أن الطرق مكسرة فيه شباب قال لك أنه نحن عم نروح ومنجي الأمم المتحدة بتقول لك لا أنتو بتروحوا بتجو سيارات صغيرة السيارة صغيرة بتلف هون مكسر الطريق بتلف تدخل بالزواريب شاحنات الأمم المتحدة الكبيرة ما بتحسن تلف لازم يكون الطريق مفتوح أمامها بعد فترة يعني نحلت المشكلة نحلت المشكلة يا أما بإيجاد طرق بديلة يا أما بتصليح الطرق الحجة الثالثة كانت العقوبات الأمريكية كي كتير بقول لك يا أخي في عقوبات أمريكية ونحن منخاف تعرف أنت بيخافوا من أمريكا كتر ما يخافوا من الله فأمريكا كل يوم تقول لهم ما في عقوبات ما في عقوبات ما في عقوبات العقوبات الأمريكية لا تشمل الغذاء ولا تشمل الطعام ولا تشمل الأدوية أبدا بزلزال وبلا زلزال ما يصدق وبعدين أمريكا طلعت تصريح رسمي أنه ستة شهر اللي ببعت اللي بده إياه من وين ما كان ما في عقوبات الحج الرابعة أنه والله مجلس الأمن الدولي يسمح فقط بدخول المساعدات للأمم المتحدة عن طريق معبر واحد اللي هو معبر باب الحوى وهذا لا يعني مع أنه ما في بنت يعني يتيح الرجوع لمجلس الأمن للبت في هذا الموضوع دكتور أحمد الأمم المتحدة يعني مجلس الأمن الدولي يعني الخمسة الكبار يعني روسيا وأمريكا بالدرجة الأولى فما في كيان مثل الجامعة العربية مين الجامعة العربية هي الحكام العرب يعني هو فيك الخصامه وأنت الخصمه ولا حكامه فأنا الأمم المتحدة فيها عدوي وعنده حق الفيتو بحسن بيوقفها بأي لحظة فالأمم المتحدة لا ترسل مساعدات في سوريا إلا بموافقة النظام أو بقرار من مجلس الأمن الدولي يرغم النظام فالقرار في مجلس الأمن الدولي الذي يسمح بإدخال أشياء إلى سوريا بدون موافقة النظام هو القرار اللي بتجدد كل ستة شهر وباب الهواء فقط فالأمم المتحدة كائن لطيف حباب أكابر بغرافيتا وأميس أبيض ما بتدخل على بلد إلا برضى حكام البلد مهما كانوا مجرمين هذا على مستوى العالم كله يعني نظام الأمم المتحدة سيء ومختلها الدرجة ما بيدخل على بلد إلا بموافقة الحاكم هذا البلد لو بيكون هتلر لو بيكون بشار الأسد أمشع من هتلر لو بيكون موسوليني لو بيكون ميما كان يكون نيرون هولاكو هيك النظام الأمم المتحدة يا بيوافق النظام الحاكم بغض النظر كيف هذا النظام الحاكم وصل للسلطة أو بمارسة يا إما بقرار استثناء من مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة في سوريا ما في استثناء إلا معبر باب الهواء وهلأ عملوا لتخريجة بارحة زكية جدا هدول الروس من ظنهم بهايم هنم من بهايم كتير أشرار قالوا له للحيوان أتبعنا أنت أعلن أنه أنا فتحت معبرين جدد مع المحرر اللي هنن الراعي وباب السلامة يعني عزاز جيبه منك أنت أحسن ما يضغطوا علينا بتحت هوجة الزلزال ويصير القرار الإدخال المساعدات إلى سوريا عبر ثلاث معابر بالكوة أو عبر كل المعابر بالكوة وهيك عمل هو عقله صغير يعني ما ممكن يعمل هالحيلة أنا متأكد أنه الروس هن اللي قالوا له بها الحيلة أو شي شيطان من الشياطين النظام وافق لحاله أنه يدخل مساعدات من معبرين بدون قرار مجلس الأمن الدولي لمدة ثلاثة أشهر حن علينا يعني فالمشكلة في نظام الأمم المتحدة النظام الأمم المتحدة نظام قائم على تحكم خمس دول خمس دول فقط في المؤسسة الدولية ولما يكون خصمك واحد من هدول الخمسة أنت الأمم المتحدة كلها صارت خصمك ونحن العرب والمسلمين من سوق حظنا ما في عنا واحد من هدول الخمسة ودائما في عنا عدو من بين هدول الخمسة يعني في القضية الفلسطينية عنا أمريكا تعطلت القضية الفلسطينية في القضية العراقية عنا أمريكا وبريطانيا تعطلت القضية العراقية صار الشعب العراقي كله تحت حكم مجلس الأمن الدولي وفي القضية السورية عندنا روسيا وعندنا الصين وقفين بزورنا فصارت الأمم المتحدة من يوم ما وجدت حتى اليوم عدو لنا لأنه هدول الخمسة يستحيل يكونوا معنا في كل قضيانا يستحيل إلا ما واحد منهم يكون عدو لنا في قضية من القضايا وغالباً اثنين يعني في القضية الفلسطينية عندك ثلاثة فيتو ضدنا في القضية السورية عندنا اثنين فيتو ضدنا في القضية العراقية عندنا اربع فيتو ضدنا يعني عندنا فائد في الفيتو يعني سأتوقف عند هذه النقطة أستاذ أحمد سأعود إليك واعتذل المقاطعة ربما أعود إلى ضيفي هنا الدكتور كمان عبدو يعني تحدثوا ضيوفي عن البوابات وعن الطرق وعن خيانة المجلس الأمن أو إن كان ما تدعيه من إنسانية الدول الأوروبية دكتور يعني دعني أنتقل إلى الميدان الكارثة يعني رأينا بإمكانيات بسيطة ربما وبحجم كارثة كبير من اجتهادات من لجان شعبية من جيش من كتائب بالإضافة للدفاع المدني يعني كيف رأيت هذه الاستجابة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأبرياء الذين كانوا يستصرخون العالم لإنقاذهم وهل ربما نحن مستعدون يعني لربما كوارث أخرى هذه التواقم طيلة 12 عاما عملت وتحدث الظروف التي ربما مرت عليها 9 أيام لتاريخ هذه اللحظة كيف رأيت هذا المشهد حقيقة صحيح أن الإمكانيات بسيطة أو ضعيفة لكن الإرادة كانت قوية وجبارة جدا لم يقصر أحد الحمد لله سواء من الحكومات أم من الفصائل أم من منظمات المجتمع المدني منظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري الدفاع المدني القطاع الخاص الأفراد حقيقة لم يبخل أحد على يعني بحسب الإمكانيات طبعا هناك الكثير من قدم أليات ثقيلة مع الوقود وهناك من تبرع بالوقود هناك من تبرع بالطعام هناك من حفر الأرض بيديه يعني لا يمكن حقيقة مهما تحدثنا عن المشهد عن مشهد خليط النحل الذي رأيناه في الأيام الماضية أن نعطي حقه يحتاج الموضوع إلى يعني إعطاء حقه أكثر بكثير السكان المحرر لم يبخلوا في أي شيء على الإطلاق هناك الكثير من المنازل تحوي عائلتين أو ثلاث عائلات تخيل حتى أن معظم أهلنا في الخيام اقتسموا الخيمة مع آخرين من تهدم بيته من تهدم منزله لم يجد إليه مأوى هناك أهلنا للساكنين في الخيام قدموا نصف الخيمة ومنهم من قدم الخيمة ولا جاء إلى خيمة أخرى هناك من اقتسم الطعام هناك من تبرع حتى باللباس الذي يرتديه أعرف رجل يعني لا يملك سوى جاكيت جاكيت شتوي يرتديه جاء وتبرع بالجاكيت لأنه لا يملك سوى حتى على مستوى التبرعات هناك أطفال تبرعات ب10 ليرات ب15 ليرة ب50 ليرة وبالتالي ترفع لهم القبة على جميع لم يقصر أحد في هذا المجال رغم ضعف الإمكانيات رغم قصر اليد في هذه الحالة لكن الحمد لله رب العالمين يعني أعاننا الله على تجاوز يعني خلينا نقول أكثر من 60% من الكارثة والحمد لله رب العالمين تماما سأعود إليك من جديد دكتور كمال ربما أنتقل إلى ضيفي الأستاذة مصطفى النعيمي يعني ادعت الأمم المتحدة بأن باب الهوى مغلق وتحدثنا عن هذا الموضوع يعني برأيك كيف يمكن لها أن تعود تقصيرها بحق المناطق المنكوبة بعد هذه المواقف المخجلة والخيانة دعنا نقول هذه النقاط السوداء لن تغفر إذا ما أخذنا بعين الاتبار بأن ثمن أخطاء أو النقاط السوداء هذه التي كتبت في التاريخ كان ثمنها أرواحا سقطوا نتيجة للتخاذل ذلك وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانية وقدرة الأمم المتحدة العمل منفاردة دون الرجوع إلى مجلس الأمن في إدارة الكوارث تستطيع الأمم المتحدة وحتى عن طريق تسير قوافل من كل الجهات هنا نتحدث لو بدأنا من منطقة جنوبية هناك المنظمة السامية لشؤون اللاجئين تستطيع إرسال قوافل إنسانية من خلال معبر نصيب باتجاه الداخل السوري وبإشرافها دون الرجوع إلى الهلال الأحمر السوري أو النظام السوري وإن تطلب الأمر تستطيع جلب قوة عسكرية لحمايتها وصولا إلى المعابر مع فصائل معرضة لكن ذلك لم يفعل ولم يفعلوها أصلا ولم يفكروا به هذه نقطة هامة الأمم المتحدة هي المعنية في إرساء الأمن الدولي لكن عمليا في حال تلك السلوكيات أعتقد بأن الصورة قد اهتزت لدى الجميع وحتى لدى من يتابعنا الآن هناك الكثير يتواصل معي من دول غربية يتحدثون لي كيف لمسؤول أممي يصرح بأن الطرق الدولية معطلة وأنت على باب الهوى تنشر صور بقوافل الأمم المتحدة هل هناك تناقض داخل مؤسسة الأمم المتحدة؟ نعم هناك تناقض هناك نوع من التخلي عن المسؤولية تحت بند أنه لا يوجد لكن لا يعلمون بأن الشعب السوري هو كتلة واحدة أي أن كان الشخص السوري الذي ولد في سوريا هو في فرنسا يخدم القضية السورية وهو في ألمانيا وفي أمريكا وفي تركيا وما زلنا حتى هذه اللحظة عند مبادئنا بغض النظر عن يعني هنا يحصل بين الفينة والأخرى هناك نوع من التقوقع تجاه مكان أو مكان لكن عمليا القضية السورية هي أكبر من أن يكون فلان أو سين أو جيم أن يكون هو من يتحدث فقط في الشأن السوري كلنا مكلومين أنا وأثناء وجودي في معمر باب الهوى كنت أبث على المباشر وأتاني أحد الأقارب ومعه ثلاثة من جثامين أحد أقاربي ولم أقطع البث في المباشر وبقيت أتحدث وجلبت أحد أصدقائي من الذين مقربين جدا من هؤلاء أحد أقاربي تحدث على الكاميرا مباشر هذه مسئولية مسئولية جماعية ليست تقع على شخص كمصطفى أو غيره نحن الكل مسئولون بغض النظر عن التخاذ الأممي الكل يجب أن يعمل كخالية نحل متكاملة للتخفيف عن كاهل السوريين الذين ذاقوا الأمرين تارة على صواريخ الارتجاجية وتارة من خلال الزلزال وبالتخاذ الذي حصل والذي لأول مرة يصرح به المسئولون نظرا لعدم قدرتهم لإقناع شعوبهم اضطروا إلى هذا التصريح الخجول لكن لا أعتقد بأنه سينطلع عليهم خاصة بأن الصور موثقة وعبر قنوات وكانت موجودة حتى في التاريخ نفسه وأن الطرق الدولية جرى العمل على إنشاء تحويل لها هناك الطريق الدولي الواصل ما بين أنطاكيا والريحانية عند جسر الحديد تم تعطيلهم اثناء الزلزال وقرابة اثنان كيلو متر لكن مباشرة تم إجراء تحويله وموجودة هي التحويلة لكن عمليا اجراء تحويل للسير بهذا الاتجاه ومن ثم بدأت قوافل إنسانية تتوافد لكن الضغط كبير كان على تركيا المناطق متضررة لا يوجد كان في حينها لا ماء لا كهرباء لا إنترنت لا شيء فكانت المعطلة نحن نتحدث عن مركز أقليم هاتاي مدينة أنطاكيا هي التي تتحكم بالجميع انهارت بشكل تسعين من ماء وبالتالي ربما تعثر وصول الاتصالات كان له سبب في التأخير لكن عمليا الأمم المتحدة تستطيع نقل تلك المساعدات وخاصة التي أتحدث عنها الخفيفة وهنا أتحدث عن كاميرا التصوير الحرارية لكن لم تفعل شيئا طبعا أنتقل مجددا وعود إليك دكتور كمال يعني ربما يكون هناك تبعيات للزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا ولاحظنا الهزات الارتدادية وقد تطول نتيجة ضخامة المأساة في ظل الظروف الطبية هناك مئات المصابين داخل المشافي يعني برأيك ما هي الواجبات الملقاة على عاتق قيادة المحرر في مواجهة تلك التبعيات وهي كثيرة جدا وحجم المأساة كبيرة بالنسبة للتبعات على مستويات متعددة درجة الأولى إزاحة الأنقاض وإحصاء عداد الشهداء الدرجة الثانية هي إيجاد مأوة لهؤلاء المشرد الذين لم يبقى لهم لا بيت ولا منزل إلى آخرهم هم شردهم نظام الأسل منذ 12 عاما شردهم الزلزال بدرجة ثانية يعني الأسف الشيء أنت لم تخرج عن الوصف أساسي نحمد الله من قبل ومن بعد الحمد لله على كل حال ولكن يجب التعاطي مع هذا الموقف تأمين الغذاء تأمين الدواء اللازم هناك آلاف الجرحة حالات بتر حالات نفسية يعني القطاع الطبي يعاني بالأساس وأنت تعلم أن الأمم التحدة يعني خفضت بما لا يقل عن 50% تقريبا مخصصات الطبية في سوريا وبالتالي يجب التوجه إلى الأمم المتحدة بضرورة المساعدات الطبية نحن بحاجة إلى عدد كبير من الأدوية بحاجة إلى طواقم طبية لإجراء العمليات الجراحية والحمد لله دخل إلينا كادر قطري وبعض العرب الأطباء المحترفين القادرين على إجراء العمليات الطبية نسأل الله هناك أيضا فيما يتعلق بمياه الشرب تأمين مياه الشرب تعرف الزلزال الحركات التكتونية داخل الأرض وربما قد يكون هناك اختلاط من ماء الشرب والماء القادر في باطل الأرض وبالتالي يجب الحذر من هذا الموضوع وخاصة أن منطقة مكتظة بعدد كبير من السكان وبالتالي يجب العمل على مستويات كثيرة جدا ويجب التوجه إلى الأمم المتحدة مجددا والضغط باتجاه إرسال الخيام المواد الطبية المواد الغذائية المواد الإغاثية وبالتالي نحن بحاجة حقيقة إلى استراتيجية متكاملة للتعاطي مع هذا الموضوع نحمد الله أن خلال 12 عام من الثورة كان لنا تجارب عديدة في التعامل مع القصف في الدمار في الخراب حتى نظام الأسد كان يلاحقنا إلى المشافي قصف المشافي الميدانية استطعنا الحمد لله تجاوز هذه المرحلة لكن اليوم نحن نتعامل مع كارثة طبيعية كارثة ضخمة لم تقتصر حدودها ضمن الأراضي التركية تعدتها إلينا وتعدت إلى الدول المجاورة وبالتالي الاستراتيجية التي يجب أن توضع للتعامل يجب أن تأخذ أيضا بالحسبان هم أهلنا السوريين المهجنين القادمين من تركيا ديهم على معوار باب السلام ومعوار باب الهوى آلاف السوريين الراغبين في العودة إلى المنطقة المحررة أنت تعلم السلطات التركية سمحت بإجازة مفتاحة للسوريين ما بين شهر وستة أشهر ستضع في حسبانك أن هناك ربما قد يأتي مئة ألف من السوريين أو مئتين ألف وقد يتجاوز الرقم ذلك وبالتالي يجب أن تضع خطة طارئة لاستيعاب هؤلاء هؤلاء بمعظمهم من أهلنا من دمشق من حمص من حما لا يستطيعون العودة إلى مناطق النظام وليس لهم أرض أو منزل في المنطقة المحررة وبالتالي هذه النقطة يجب التركيز عليها مجددا لأنها قد تحوي مشاكل ربما قرار بعض النزول إلى الشمال المحرر ربما الهرب من شيء كبير لشيء ربما يعتبرونه أصغر ربما باعتبارها أرضهم على الأقل هي أرضهم بالتأكيد ونحن مستعدين لفتح منازلنا وبيوتنا لأجلهم ولكن المنطقة صغيرة والمنطقة أمكانياتها محدودة بالأساس وبالتالي نحن لا نعلم الرقم قد يكون الرقم مهول وأكثر من الرقم الذي تكبر هناك بحدود 3 مليون إنسان يعيش في هذه المناطق التي نكب الزلزال في جنوب تركيا معظم تواجد السوريين في هذه المنطقة بالإضافة لمنطقة اسطنبول تماما دكتور كامل دعني أنتقل إلى محور آخر قبل المحور الأخير يعني ربما دعنا نسميه تكفير عن ما فعله المجتمع الدولي هل ترى بأن المجتمع الدولي من الممكن أن يعاود تقديم مساعدة ربما لبناء أو ترميم البنية التحتية هناك كارثة حلت بالشمال الغرب سوريا مئات المنازل قد دمرت يعني البنية التحتية من مياه شرب وغيرها يعني هل ربما بتصورك أن المجتمع الدولي يقدم على هذه الخطوة لن نستعجب في الحكم على المجتمع الدولي حاليا الأشقاء القطرين وعدوا ببناء مدينة مدينة الكرامة كاملة لمن تضررت منازلهم أو فقدوا منازلهم خلال الزلزال هناك وعود بمساعدات عربية قادمة إن شاء الله والمجتمع الدولي الأمم المتحدة أعلنت على حمل التبرعات لصالح المنكوبين في سوريا وتركيا نأمل المزيد إن شاء الله لا نستطيع الحكم عليها من هذه اللحظة لكن الوعود المقدمة أنهم سيقومون بالتكفير على الذنب الذي ارتكبوه نسأل الله أن يكون ذلك صحيحا وإلا فأننا هنا من مشكلة حقيقية صراحة ربما أنتقل للمحول الأخير واستدركنا الوقت بعجالة يعني نظام الأسد واضح الصورة استغل كل شيء واستغل حتى حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وسط سوريا وعدت محافظات سورية كيف استفاد نظام الأسد من هذه الحادثة الكارثية على الشعب السوري وهل ربما قدم له أو مرر له ما ينقذه وهو في الأنفاس كان في الأنفاس الأخيرة نظام الشال الأسد يستفيد من كل شيء حتى حينما قصف الغوطب الكيماوي دخل في اتفاقية أقليمية ودولية شاركت فيها روسيا والمتحدة الأمريكية لتسليم السلاح الكيماوي حتى فيها كارثة الزلزال لجأت إليه الأمم المتحدة لتسليم المساعدات حاليا النظام الجوي يستقبل العديد من القوافل البرية والجوية وتحت ستارة يدخل أيضا المساعدات العسكرية القادمة من العراق تحت الشعار المساعدات الإنسانية القادمة إيران زجت بالآلف من المقاتلين الشعع إلى مدينة حلب وهم يجوبون مدينة حلب يوميا باستعراضات عسكرية إيران حاليا تقوم بتدمير المنازل المدمرة بالأساس التي دمر النظام بشار الأسد هذا النظام يقوم بإسقاط هذه المنازل وتصوير الأمم المتحدة على أن هذه المباني قد تهدمت من الزلزال هذه عملية تغيير ديمغرافي تغيير طبيعي موضوع خطير جدا الأمم المتحدة لم تكن بحاجة لإعادة تعامل بشار الأسد لأنها لم تسقطه من المنظومة الدولية بالعكس الأمم المتحدة هي تلجأ للنظام السوري وبالتالي أنا لا أعلم حقيقة كيف أن هذا النظام يستفيد من كل شيء ولو حصل الزلزال في نيوزلندا لسارع المجتمع الدولي إلى مساعدة نظام بشار الأسد هذا يعطيك صورة واضحة عن طبيعة النظرة الدولية إلى الواقع في سوريا في الختام طبعا أشكرك الدكتور كمان عبدالباحث في التاريخ المعاصر وأشكر قبولك الدعوة وحضورك للستيديو وسلامكم الله من كل مكروه وكما أيضا أشكر ضيوفي كانوا معي عبر الزوم عبر الزوم الأستاذ أحمد كامل الصحفي وأيضا مصطفى النعيمي كانوا معي من تركيا سلامكم الله جميعا وسلام متابعين الكرام من كل مكروه من جديد أيضا نترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحة وأن يشفي صدور المكلومين جراء هذه الكارثة الطبيعية التي حلت شمال غرب سوريا ومئات العوائل الآن ربما ندعو لها بالتعافي من هذه الكارثة المأساوية ألقاكم بمشيئة الله في الأسبوع المقبل بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر